13 قتيلاً على الأقل جراء فيضنات اشتاحت عدة مدن في اليمن طوال نهاية الأسبوع. مصادر أمنية أكدت أن مياه الفيضنات غمرت المخيمات بالعديد من المدن. وأظهرت لقطة تم تصويرها في عدن السكان المحليين وهم يحاولون تصريف مياه الفيضنات التي تركمت في المخيمات بالدلع. المركز اليمني للأرصاد الجوية كان قد أصدر بيانات تحذر السكان المحليين من الاقتراب من مجارية السيول في المناطق المتضررة واتخاذ الإحتياطات اللازمة. فيضنات اشتاحت البلاد العام الماضي تسببت في مقتل العشرات وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم.